طيب الخمستاشر بطولة للسوبر مهمين ان انت كمان يبقى عندك بداية موسم بمباراة السوبر كويسة اوي يزيد من قيمتها ان يبقى فيه حرص دايما وابدا على انها تتلعب في اجواء كويسة تتلعب في حضور جماهيري وهيحبزها لو كانت بين بطل وبطل لو بين بطل وبطل بتبقى ان الدية اعلى ويبقى الصراع فيه درجة من المنافسة الحقيقية في مرات كتيرة سابقى اعتذار البطل عن عدم المشاركة كان بيخليك احيانا توصل لتجيب السادس والسابع بتاع الدوري فبتبقى ان الدية اقل شوية لكن سوبر يعني بطلين الخمستاشر بطولة للسوبر ودي قيمة الاهلي هات لبطولة اتلعبت على ارض مصر النسبة الاغلب في الفوز بيها ما هواش للنادي الاهلي النبي لو عملوا بطولة في ايه والاهلي مشارك فيها قيمة الاهلي انه يبقى نمبر وان باستمرار هاتلاقيه الاكثر حصادا لاي القاب كروية بيشارك فيها فاي بطولة تتلعت كاس السلطانية كاس مش عارف الخديوية اي بطولة هاتلاقي الاهلي الاعلى حصولا على القابها كاس مصر الدوري افريقيا السوبر من بين الخمستاشر بطولة عملت للسوبر الاهلي عنده عشر القاب فيها يعني متخيلين ان الاهلي شارك في بطولة السوبر اتناشر مرة على كاس السوبر فاز عشرة منها تمان مرات على نادي بطل ومرتين فقط بعد اعتذار وصيف البطولة الاهلي في الفين وستة و الفين و سبعة فاز بالدوري والكاس كانت زمالك وصيف بطل الكاس واعتذر في المرتين لعب بدلا منه تلت الدوري امبي في الفين و ستة والاسماعيلي في الفين و سبعة لاهلي شارك مرة واحدة بصفة وصيف كان بطل الكاس لما الزمالك خاد الدوري والكاس في موسم الفين واربعتاشر و الفين وخمستاشر اعلى موسم للهدايا التحكمية خلي بالي بس ده ما اشتركش فيه المطشي ده كمان حصل حاجة غريبة جدا يعني الا الاولي في في ال الفين واحد انت بتكلم على الفين واحد لا الفين واربعتاشر ا الفين وخمستاشر انت بتعمل لي فلاشبك بقى طيب اتكلم على دي لكن انا عايز اتكلم بعد ديك على الفين واحد لانا شادة توقع غريبة جدا ابدا في الفين واحد الزمالك وغازل المحلة كان غازل المحلة وصيف الكاس الزمالك كان بطل الكاس أيوة ملعبش للالاعتذر بعد غدا حده كرة حدد يوم واحد فقط من وصول الأهل من مباراة أسك أبت جان بيلعب في سحل العاج مع أسك أبت جان ويتعامل المباراة تاني يوم من وصوله يعني شايف المضايقات من إمتى شايف الهدايا من إمتى لا أنت هتيجي النهاردة تلعب بكرة تقريبا بكرة لأن أنت بتيجي من سفر حوالي 10-12 ساعة على ما تحط شنطك وتفكاه تبقى بتلعب بكرة فالأهل طبعا قالوا ده معقولة قالوا طب خلاص إذا كنت مش جاهز المحلة تلعب ففقد الأهل أول ألقاب السوبر فأول نسخة له وبعد كده كسب 2003 بتعطني ألفيرا الزمالك فاس بهذا اللقب بهدفين سجله حازم إمام محسن حسن وسجل لغازل المحلة محمد محروص العتراوي كان المحلة لعب بدلا من الأهلي المحلة كان وصيف بطل الكاس دي مباراة اللي أول مباراة تفرج عليها الأهل والمحلة تفرج عليها من والجزيل الأهلي كان جاي يستلم المهمة تفرج على مباراة الأهل والمحلة مع المهندسة عدل القيعي واشتكى بعدها من حاجة غريبة انت عملت له حاجة قرصت كتير هو أنا كنت لسه جاي أنا وكابتن خطيب جايبينه وراجعين من البرتغال شوفوا ألفين وواحد الأهلي بيبعت وفد يجيب مدرب مش بيقلت حد فكابتن صالح قال لي هو ما يعرفش حد خلص خليك مع الرجل ده تروح بيق الملعب وتلف به وبعد نتطلع على الماتش بالليل فالماتش كان زحمة جدا 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 لدرجة احنا معرفناش نوصل مش عارفين نخش ومش عايزين يفتحوا في وصول وزير الشباب فاضطروا يفتحوا وراحوا عاملين لنا كده نخشوا معاه سربوه فدخلت أنا ومسر مانويل فجابوا لنا كرسين خرزان مفيش مكان في المقصورة وعدونا وراء سننا كده فطبعا الماتش كان عصيب جدا كسبنا واحد صفر بالعافية في الآخر اهل ومحلة نهاء الكاس اه بعدين وانا ماشي بقول له ايه رأك طبعا هو شاف شاف جمهوره الاهلي الراجل بقى يبص كده هو ادرك وهو هو وقح في غرام الجمهور في اللقطة دي اه فادرك لا القصة مش يزار اه ده احنا مش لقيين مكان في المقصورة ومفيش مكان لنص يعني في الملعب تمانين الف ولا خمسة تمامين الف وفي حوالي عشر خمسة شهر الف وقفين برا مش عارفين يخش قال لي مستر بقول له اي رأيك في المباراة مستر مانو اللي واحدة جعين قال لي مستر عادلي رفصتو رجل انت عملت قبط لي مع كل هاجمة مع كل هاجمة بفزة انا كده بظاهر قال لي مستر عادلي ضربتين تلات مرة وطبع الماتشي ده تاني يوم بيجتمع مع الكابتن صالح فبيقول له يعني ايه قال له لا انا عجبني جدا جدا نمر خمسة في المحلة ونمر خمسة في الاهل خمسة في الاهل كان كابتن سمير كامونة خمسة في المحلة كابتن والجمعة قلت له في باد نيوز لكن ممكن يبقى جود نيوز قال لي ايه قلت له غالبا خمسة بتاع الاهل حيتوقف سمير كامونة يا جماعة توقف ساعتها قالوا انه اشار بصبعه اشارة خادشة الحكم ما شافهاش وكتبهاش والمرائب ما ذكرهاش خدوا برأي لمرائب للحمل الراية طيب رأي مشكوك فيه محدش شافه كابتن فروه جعفر كان وقتها المدير الفاني اللي المحلة برق سمير كامونة قال ليه ما شفتوش بيعمل كده ومع هذا سمير كامونة خد سنة كاملة على فعل محدش شافه ونسب اليه متخيلين اشارة لم يراها احد يتوقف عليها افضل مدافع وقتها في الالو في منتخب مصر شوفوا منو الجوزيك كان قال عليه من اول مرة يشوفه يتوقف سنة كاملة شوفوا دلوقتي اللي بيحصل ولا حاجة وخدناه ودناه تورك يا لعب السنة دي يعني الحقيقة معلنة لو رجعنا للحلال والحرام هتلاقي حاجات تداح طب عايز واحدة تانية اخد الكبير الفين واثنين اه الفين واثنين ازا مالك فاز بالسوبر اي طيب الفين واثنين ازا مالك فاز بالسوبر ازاي الاسماعيلي كان بطل الدوري اي فاحتاج الاسماعيلي انه مش هاز يلعب في استاد القاهرة وقال ان لعبتوني في استاد القاهرة مش هالعب فاعتذر ام والاهلي كان الوصيف اي قال لا انا ملعبش يعني معتذر والمحلة التالت اعتذر انهم يلغوها يقولك سوبر لعب المقولين العرب رابع الدور او خمس الدور خمس الدور بس عايز اقول حاجة لجمهور الاسماعيلي شوف هنا اسماعيلي بطل الدوري معترض ان نلعب في القاهرة ده يخلينا نفتكر وجمهور الاسماعيلي يفتكر موقف النادي الاهلي وتحديدا وقتها الكابتن صالح سليم اسماعيلي هيلعب مع الاهل لمباراة نهائي كاس مصر تحاضر الكرة محدد للمباراة بالليل المهندس اسماعيلي عثمان رئيس النادي الاسماعيلي الاسماعيلي عايز يلحق الجمهور يتفرج بالنهار ويرجع حصل الموقف وانت شاهد عليها كان ميستر هولمن وبعدين بدت الانباء تيجي ان اسماعيليها هيصة فيها مشاكل كتير يعني وجمهور بيقول احنا عشان نروح نلعب الساعة تمانية ممكن يبقى فيه اكسرا تايم هنرجع ازاي بالليل عايزين يلعبوا الساعة خمسة المهندس اسماعيل عثمان قال لهم دي مش بتاعتي اتحاد الكرة قرر كده والتحاد الكرة بقى مع صالح سليم ما بيغيرش حاجة عارفين ان هو اللي يقولوه هم اللي يقولوه بس يلتزموا ايه فاصبح الماتش مهدد اسماعيلي احتمال كتير ما العرش اه فالكابت الصالح واحنا عاردين كده آآآ ليلة الماتش آآآ ساعة 40 كنت اك مكتبي داخل فا آآ بنتكلم في بقلو ده فيه هيصة في اسماعيلي والماتش في مشكلة يمكن ما يتلعبش قال لي ليه وتقولوهم والله آآ يعني عايزين يلعبوا الساعة خمسة لان حجتهم يعني انهم مش عايزين يتأخروا قوي لان ممكن يبقى فيه اكسرا تايم يروحوا إمتى فالكابتن صالح قال له طيب وبعدين اتلقوا هو الحل لو الناديين اتفقوا اتحدوا الكرة ممكن يتفق هيوافق طبعا بس اتعادوا الكرة لو الفرقتين ما اتفقوش مش هيضى ناخد قرار فقال لي طيب من اتصل بهولمان قلت له دلوقتي عنده تمرين الساعة خمسة فقال لي تعال نروح الملا فراح لهولمان قال له مستر هولمان عندك مشكلة تلعب الساعة خمسة قال لي لا خالص ما نبقى مرنا الساعة خمسة قال له الاسماعيلي وشرح له الوضع يعني فقال له لا نلعب الساعة خمسة ما عنديش مشكلة اذا كان دا ينقذ المباراة المباراة مهددة انا متلعبش وصالح مش عايز فكرة اني اكسب بالطريقة دي اني اتمسك بقى والاسماعيلي ينساحب قال لي خلاص كلم انت سمير زاهر انا هكلم اسماعيل اطلوب لي اسماعيل اسماعيل ربنا نسديله الصحة اسماعيل واسمان وانت هتكلم سمير زاهر لو اتفقنا فبطلب المهدد اسماعيل لقيت جنبيه سريخ وابدعوشة وهو وانا بيقول لي قاله طلو يا اسماعيل بيه كابتن صالح عايز يتكلم قال له مستنوا كابتن صالح على التليفون كابتن صالح على التليفون سكوتوا فبتدت الناس تسكت فراح كابتن صالح قال له يا اسماعيل لو في مشكلة كبيرة تهدد اقامة المباراة ومسألة ان احنا نوافق نلعب الساعة خمسة انا ما عنديش مشكلة عشان راحت جمهور الاسماعيل يا كبيرنا طول عمرا كبير كابتن صالح وافق يا جماعة يلعب الساعة خمسة وبتاع سقفوا وخلصنا وانا كلمت كابتن سمير زاهر طبعا وافق ولذلك كان كان انت فاكر فازل اسماعيلي جون احمد فكر بي احمد فكر الصغير بشطة من برا 18 كده فازل اسماعيل دا يعني خمسة ست جون فيه المهم يعني المشيئة ان الماضي دا ما كسبناهوش المهان اسماعيل عثمان اهدى الكاس لو تذكر لكابتن صالح سليم في المباراة دي صحية يتهدي الكاس لبين قالهم لكابتن صالح سليم صحية دا الاهلي لانه بمناسبة السوبر الفين واثنين اللي المهان سعاد لأشار اليه زمالك كان بطل الكاس اسماعيلي بطل الدوري اسماعيلي تمسك انه انا بطل الدوري ملعبش في القاهرة الزمالك تمسك انه يلعب الاتحاد اتحاده الكرة وقتها فضل يتسلسل في المسألة اسماعيلي بلاش الاهل بلاش ودي ودي يا سازي براهيم تقودنا النقطة مهمة جدا مم ما فيش حاجة اسمها الحلة الوحيدة اللي هلعب فيها مع الوصيف لما كنا أنا البطل في المثبتين انها ماش فرقة تعتاجر وفرقة تعتاجر وفرقة تعتاجر وبيعي اسمه سوبر ايه سوبر ده هو لازم ليحة يتقال فيها وليكن مثلا مش انت بتلعب بطل بطلاء الموسم اه هو ده السوبر انما تختار لي فرقة يعني مع احترامي وقتها اللي ما قولي العربي هو كان خامس الدوري اه ما ينفعش انك بطل الكاس او بطل الدوري مع خامس المسابقة وتقول لي سوبر المصري يعني هو ده الاسماعيلي بطل الدوري والوصيف بتاعه النادي الاهلي والاسماعيلي اخد الدوري ده وقتها كابتن محسن صالح اخده من منوالجزيه بعد اسرع مباراة واجمل مباراة واقوى مباراة في تاريخ الكرة في مصر اربعة اربعة الاهل والاسماعيلي على اثرها فقد الاهل فرصة الفوز بالبطولة فاز الاسماعيلي باللقب لما تحرم الاسماعيلي انه يلعب مطش السوبر مع الزمالك بطل الكاس ده ما عجبش الاهل الوصيف فالفيلم لا ما ينفعش الاهل مرضيش يلعب ففضل تناشي لغاية لما وصل للخامس هنا لازم تبقى فيه لايحة واضحة الاسماعيلي تمسك بحقه وكونه بطل دوري طب هل اللايحة مش المفروض تكون واضحة وصريحة تقام المباراة ولياكم في القاهرة خلاص يبقى لو المباراة بين الاسماعيلي والمصري ولا الاتحاد وتتنفذ الله اللي هي حتنفذ إنه ينص على المباراة توقاف في العاصمة بس السوبر بالذات ملعبها مش متحدد لو مش متحدد قول إن المباراة في ملعب كاس مصر في العاصمة قول إنه مباراة السوبر في أرض بطل الدوري أي كان هو مين بطل الدوري يعني لو الإسماعيل هو أخذ الدوري هو الاتحاد الإفريقية حيبتدي نفذ القردة لا الاتحاد الإفريقية عنده السوبر في بطل الدوري الجديد إنه هيلعبها في أرض محيدة آه آه سوري هي في بطل الدوري هيلعبها في أرض محيدة بالضبط فبالتالي نتمنى إنه ده يتم استدراكه في لايحة المباراة مباراة السوبر هتتلاكب بين بطل وبطل ويرتب في عقوبة على اللي يعتذر عشان تحافظ على ندية وقوة المباراة مباراة السوبر بطل وبطل في أرض كذا يا إما في القاهرة يا إما في ملعب بطل الدوري 2003 باشموندس الأهل والزمالك الزمالك كان بطل الدوري والأهل بطل الكاس المباراة خلصت 00 ركلات الترجيح 3-1 دي مباراة توني أوليفيرا اللي أشرنا إليها من شوية واللي تكلم عنها أوليفيرا في بوابة أخبار اليوم كان الصبر الأول للأهل يعني الصبر الأول للزمالك كان مع غز المحلة في 2001 الأهل يحتاج سنتين اتنين بعد الزمالك عشان يفوز بلقب الصبر 2004 الزمالك مع المقاولين المقاولين بطل الكاس الزمالك بطل الدوري والمقاولين بطل الكاس لكن فاز المقاولين 4-2 الزمالك بطل الدوري والمقاولين بطل الكاس ده موسم 2004 2005 الأهل بيلعب قالي بالك الموسم ده بقى حصل حاجة غريبة جدا المقولين كان بيلعب درجة تانية ممتاز بيه ومشي في الكاس قابل نادي اسماعيل ده الكابتن حسن شحاته كان بيدربه الكابتن حسن شحاته قابل نادي اسماعيل كيس بالنادي اسماعيل والاسماعيلي كان الذي بغضر بالتسجيل اولا مفاجأة مدوية بيلعب النادي الاهلي كيس بالنادي الاهلي ده كيس بايه ما انا هحكي لك وكان الاهلي قد بغضر بالتسجيل اولا عن طريق محمد جودة وبعدين جات ضربة جزاء لمحمد جودة اهضرها يعني لعبها اهضرها وفي الماتش ده ملوش جسي عمل تلات تغييرات كان فيه كابتن محمد ردوان الباك رايد كان مصاب واخفى اصابته عن ملوش جسي او ما خادش العلاج فنزل اتعور لبسنا التغيير التالت في قط اللبس فتعور امير الجود عبد حميد ده امير تعور بكسر في الساق في الساق يعني ما تحصلش كده فلعبنا المباراة كملناها بشادي محمد حرس مرمى حرس مرمى وخسرنا المباراة خسرنا المباراة فالاسماعيلي يقصي المأوليد بالدرجة التانية يقصي الاسماعيلي ثم يقصي الاهلي وكان متأخرا في الماتشيه عنه يلعب الزمالك في السوبر يتقدم الزمالك فيفوز في النهاية المأولين اربعة اتنين يعني خرج اسماعيلي اهلي زمالك وراء بعضيهم بعدها مسي المتخم مصر شوفوا يعني الحاجات الكبيرة ممكن تتولد صدفة الصدفة لعبة دور كبير جدا انه امير عبد الحميد يتعور بكسر كامل في الساق حرس المرمى فيلعب شهد محمد حرس مرمى عشان المأولين يوفق في انه يكسب وبعد كده يلعب الزمالك فياخد الجهاز فلجنة اتحاد الكورة المشرفة على اتحاد وقتها برأسة الكابتن عصام عب منع المنتخب نفس الظرف الحالي فيه فراغ في الجهاز الفني فاوكل المهمة وكان لاتفاع لانه ده بشكل مؤقت للكابتن حسن شحات لعب مباراة المنتخب مش كويس فبدأ التفكير في استمرار كابتن حسن شحات فكلها ولدت بهذه الصدف السعيدة علشان يصنع حسن شحات اسطورة في المدربين الوطريين لم تحدث من قبل انا كنت في المجلس واحنا بندرس بين يمسك متخب مصر كابتن حسن شحاتة لم يدرب يوما قبل المنتخب مصر في الدوري الممتاز كل الفرق كانت الشرقية والمينيا والمؤولين ياخد هاي طلحها دوري ممتاز وما يطلعش معاه يشوف غيره يشوف غيره فحقق نتاج مبهرة مع الفرق ودي كانت وجهة نظرنا هو ده المدرب الذي يخوض التحديات باقل الامكانات فما بقى لك بقى لمعاه امكانات متخب مصر وكان عند حسن الظبط صحيح ادانا تسطورة الكابتن حسن شحات الفين وخمسة الاهل وامبي امبي بطل الكاس والاهل بطل الدوري وفاز الاهل بهدف والجمعة زي ما حضراتكم شايفين طيب الاهل وامبي الفين وستة امبي تالت الدوري والاهل بطل الدوري والكاس امبي تالت الدوري بعد اعتذار الزمالك كان المفروض المباراة هتكون بين الاهل والزمالك لكن الاهل كان فاز بالدوري الممتاز وكان ايضا فاز بالكاس بعد الفوز على الزمالك في النهاية 3-0 يعني احنا كسبنا الكاس من الزمالك 3-0 فلما جاء السوبر اعتذر اه اللايحة وقتها اذا كان فيه فريق واحد واخد دوري وكاس يبقى كاس السوبر بين الفريق ووصيفه في الدوري فكان الزمالك في هذه الحالة الا انه الزمالك ما كانش عنده رغبة انه يشارك في هذه المباراة فتم اختيار امبي تالت الدوري وفاز الاهل على امبي بهدف محمد ابو تريك 2007 زي ما حضراتكو شايفين 2008 الاهل والزمالك في السوبر لقى لبطل الدوري الزمالك بطل الكاس الاهل فاز بهدفي احمد حسن ومعتز اينو والاتنين بدلوا يعني بعد كده احمد حسن مشي من الاهل راح الزمالك وكان اينو سبقوا من الزمالك جيل اهلي ده هدفين ده جون اينو الرائع جون رائع هو كان متخصص في الكرة دي حقيقة طيب الاهل وحرس الحدود 2009 الاهل بطل الدوري وحرس الحدود بطل الكاس فاز حرس الحدود اتنين صفر 2010 الاهل لعب تاني مع حرس الحدود برضو 2000 الاهل بطل الدوري والحدود بطل الكاس الاهل فاز بهدف محمد ابو تريك ده هدف الاهل في الحرس لابو تريك 2011 لغية المباراة في ثورة يناير 2012 الاهل بطل الدوري ام ببطل الكاس الاهل فازت من واحد وانا بس يعني عايد اتواقب بس ام يعني شوف 2009 اه في عز فرقة الاهل العتويلة يعني اي تلعب محرس الحدود والوخسر اتنين صفر اه مباريات الكؤوس والحاجات دي ما لهاش معيارة اصداد ابراهيم ايوا البطولة اللي من المباراة واحدة دي ما لهاش كبير ما لهاش كبير ها 2012 الاهل وانبي الاهل بطل الدوري انبي بطل الكاس الاهل فازت نين واحد بعبدالله السعيد وجده وسجل الانبي محمد شعبان دي مسيرة البطل الصوبر عشر صوبر يا اهلي 2013 لغية المباراة لغية المباراة ايضا 2014 الاهل بطل الدوري الزمالك بطل الكاس التقى الفريقان الاهل فاز خمس اربعة بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ده صوبر 2014 دي اهداف ضربات الترجيح للاهل والزمالك وتتويج الاهل بهذا اللقب خمسة اربعة بركلات المعاناة الجرائي دي النهاردة بتقول ميتشو مرا لعبته مبارا على ضربات الجزاء ما هو احد النتائق احد الموقف المحتمل والاهل النهاردة اتمرن عليها ضروري موقف محتمل جدا يعني ده احنا فيه ضربات الجزاء يعني الاهل والزمالك في 2016 بس اما نقول الاول 2015 ما جناش ناحية لان 2016 دي من اغرب المتشاط اللي لعبنا فيها ضربات جزاء الحقيقة طيب 2015 الاهل والزمالك الاهل بطل الدوري والزمالك بطل الكاس الاهل فاز 3 اتنين سجله عبدالله السعيد هدفين ومؤمن زكريا شفاه الله وسجل للزمالك عمر جابر وكهرباء 3 اتنين للاهل ده 2015 زي ما حضراتكو شايفين دي المباراة اللي كانت في الامارات مياه مياه كثيرة مرت في النهر عبدالله السعيد ميشي مؤمن زكريا بتعالج عمر جابر راح برامدز كهرباء راح لبرتغال اه يعني اه كهرباء مش موجود الدنيا متغيرة جدا بسرعة اه السنة اللي وراها بقا اه دي السنة اللي زمالك خد كل حاجة فيها اه دوري وكاس وسوبر اه اه 2016 الاهل بطل زمالك بطل الدوري والكاس والاهل وصيف الدوري والكاس زمالك على كاس السوبر فاز 3 واحد في ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي طيب المباراة دي من اغرب اه المباريات اه لان كان مفروض نكسبها مش دي بتاعت الحكم المجري اه مؤمن يا مؤمن مش دي الحكم المجري ولا ايه هي بتاعت الحكم المجري ركلات الترجيح اه اه مش هي هي انا هجيب لك دلوقتي المواقف التحكمية هاوصلها ليه احنا احنا ضيعنا اول طلع ضربات ضيعناهم ايه من اهم لعيب عندنا هي اللي كانت بتضيع صحية 2017 الاهل والمصري الاهل بطل الدوري والكاس والمصري وصيف الكاس يعني ما تقم فاز الاهل بهدف اما ضربات الترجيح تنتهي ثلاثة واحد حد يصدق اع لا طبعا ده الاهل والمصري وقال لك السحارس المصري اع هو حبي رأس حظه اه شايفين لقاءات السوبر الاهل والزمالك خلاصته اتقابله في السوبر خمس مرات على كاس السوبر يعني بكرا ان شاء الله الجمعة المواجهة السادة بين الاهل والزمالك في السوبر الخمس لقاءات للاهل والزمالك في السوبر توجي الاهل باللقب اربع مرات وخسر مرة واحدة لصالح الزمالك والمرة اعترف عليها الحكم المجري يعني المفروض ان انت كسبان في الوقت الاصلي اه فيتصدق وكان وان سايد جيمل ماتش ده بالزبط وكانوا راجعين اه اللعبة من المنتخبات اي مع المنتخب اه وطلعبت البطولة والاهل كفيته الارجح طول المباراة اي والخطة كانت واضحة جدا ان تستدرج الى ضربات الترجيح شوفوا ضربات الترجيح علشان كده المدربين في الفرقتين في اليومين اللي فاتوا اهتموا بداء الخمس مرات اللي الاهل لعب مع الزمالك في الصوبر تلاتة منهم اتحسموا بركلات الترجيح وده يكشف الندية وصعوبة لقاءات القمة عشان كده هذا الحل محتمل ووارد ألفين وثلاثة كم نادي شارك في هذه البطولة ذات المباراة الواحدة الاهلي ما شاء الله اذا كان ده 15 صوبر الاهلي شارك 12 مرة بقول لكم اعمل بطولة في أي حاجة في الكورة هتلاقي الاهلي الاكثر مشاركة الاكثر فوزة والاكثر تأثير فيها خد الاهلي 10 صوبر من 12 شوفوا النسبة يلعب على الصوبر 12 مرة يكسب 10 الزمالك لعب 8 صوبر كسب 3 المقولين شارك مرتين حصل على اللقب مرة واحدة حرس الحدود شارك مرتين خد كاس واحدة ام بشارك 3 مرات ما حصلش على أي لقب فيهم الاسماعيلي شارك مرة وموافقش غزل المحلة ايضا موافقش في مرة والمصري نفس الحكاية طيب بكرة 2 مدربين اجانب ريني فييلر السويسري في الآلي ومتشو الصربي في الزمالك المدربين مع الصوبر اخبارها ايه هلا الالماني اوتوفيستر رباش مهندس فاز مع الزمالك في بطولة 2001 الاغلبية مدربين اجانب بالمناسبة اوتوفيستر الالماني مع الزمالك 2001 كبرال البرازيلي مع الزمالك 2002 توني توني اوليفيرا البرتغالي مع الاهلي 2003 حسن شحاتة مع المقولين 2004 منو الجزي مع الاهلي عد بقى اربع مرات 2005 2006 2007 2008 طارق العشر تلميذ منو الجزي واحد من المتأثرين به جدا خدمة حرص الحدود لقب 1 2009 كابتن حسام البادري اللي بنهنيه بتولي المنتخب حقق لقب 3 مرات 2010 2012 2017 جريدو حققوا مع الاهلي اكمل لقب 1 2014 كابتن عبد عزيز عبد شافي حققوا مع الاهلي 2015 وكابتن محمد حلمي حققوا مع الزمالك 2016 يعني فيه برضو حضور وطني باش مانتظر لا فيه حضور وطني ولكن ما نجسيه اربع مرات يليه حسام البادري ثلاث مرات اه يعني برضو حسام عمل القاب القاب كتير يعني بمناسبة يعني تحمل مسؤولية متخب مصر يعني انه مؤهل لده احنا